إن المرأة تبحث في الكلمات وتبحث في الأموال عن الأمان فخادت الأمان بتاعها خلاص هو نفس الكلام لما هو بيتكلم هو عايز أمان فهي لو أمنته خلاص ولذلك رسول الله كان بيعلمنا إزاي الرجل كمان تجري الأمان قال إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة ففي الأخ خالص رحت السيدة عائشة رحت عالطول من دياله الأمان قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله فعلمنا كمان إن الست تأمن الراجل فهي قالت له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله تالت حاجة لابد إن احنا نعملها عشان تبقى عندنا مهارة تتجنب يبقى نتكلم بصراحة يبقى أول حاجة إيه التواصل بصراحة تاني حاجة التواصل الفعال إن أنا أسمع أسمع بتركيز وبدون انحياز تالت حاجة أفهم أفهم نفسي وإيه اللي بيثير قلقي وإيه اللي حاصل لإن اللي بيصير قلقي ده تقول اللي بيخليني أعمل زي ما بيقولوا كده أعمل سيلفة فينس إن أنا أحمي نفسي فأتحول إلى مصارع مش أتحول إلى محتاج للحنان أو محتاج لي أول ما هي تتكلم أقول لها أنت أصدك يعني عشان أنا محتاج لك تعملي فيك ليه لي كده لإن أنا مش قاري نفسي صح أنا قاري نفسي بإن أنا هي المفروض تعمل الكلام ده من غير ما تطلبوا منها وعشان نتجنب الصراع لازم تعرف نفسك مش بس تعرف شريك حياتك لأ أنت كمان تعرف نفسك في كتير من الناس متصورين إن هم يعرفوا نفسهم كويس لما بنقعد معهم بيجي بعد كده يقول لي على فكرة أنا مخبي تحت الكلام اللي بقوله للناس إن أنا فاهم وإن أنا واعي أنا مخبي كواه شوية تشويش وشوية لغبطة وشوية حاجات مش عارف أحله عشان كده أنت لازم تعرف نفسك أنت محتاج إيه وتعرف تسيغه بطريقة صحيحة وتعرف إيه اللي بيزعجك وتعرف تعبر عنه بعبارات واضحة وتخليك واعي للغة الجسد بتاعتك إنه ممكن تقول كلام أنت مش قصده زي واحد بيقول له ها 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 هو بيعمل إيه كده بيعمل كده هيها تفتكروا أنه بيستهين بيها وبيستهين بالكلام بتاعه لأنه في أوقات كتيرة لغة الجسد بتبقى أسوأ تعبير ممكن تستخدمه لما بتعبر بكلام جارح وإنت مش أخد بالك منه رابع حاجة بقى لازم نشوفها إنه إحنا نلاحظ علامات التوتر مبكرا ونتعامل معها بشكل جدي يعني إيه يعني لازم نلاحظ ببساطة خالص إننا الإنسان لما بيدي يدي يتوتر ويبتدي يروح ناحية الصراع بيتباني عليه شوية أمارات زي ارتفاع درجة الحرارة زي النوية حاجات كتيرة جدا جدا فإحنا محتاجين بشكل استباقي في إدارة الصراع إن أنا ما أعملش إيه لما أشوف الحاجات زي دي أتعامل مع نفسي وأنا فاهم إن أنا ما سيبش إن الصراع يبتدي أبتعد عن مسببات الصراع وبسرعة لإن أنا دلوقتي في وضع صراعي فأتجنب مبررات الصراع يعني إيه يعني هي لما تيجي تقول لي وإنت مبسوط من اللي إنت بتعمله ده أنا على طول بحس إن هي بتقول لي إيه وإنت قص كل المشاكل أروح عامل إيه مبتسم وأقول لها طب إحنا ممكن أنا أوعدك ممكن نتكلم في الموضوع ده في وقت تاني الساعة تمانية إحنا دلوقتي الساعة ستة هكلمك الساعة تمانية واجي لها الساعة تمانية ونتكلم أنا عملت إيه تجنبت موطن المشكلة أو ممكن أعمل حيات تانية أقول لها لا أنا مش مبسوط بس عبست أكتر لو اتكلمنا في الموضوع الفلودي هي بقى خليك مبادر في فهم شريك حياتك وحاول كمان إن أنت تبعد كل أسباب أسباب ماذا؟ أسباب جلب الصراع الحاجة الخامسة لازم نعمل كده لازم نعترف بخطأنا ونتجنب التصعيد هي وديت الكلمة تلفع تقولها لي دلوقتي أنت قلت لي دلوقتي روحي بص نفسك آه أنا غلطان أن أسح آه صحيح التعبير ده ما كانش مناسب لكن لو قلت لها آه صح روحي بص نفسك أنت يعني على التركبين الغلط لأ أنت أنت روحي بص نفسك لأ ما ينفعش لأن اللي أنت لو عملت ده أنت ممكن تقع في الظلم ولذلك إلا حاصل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مع عزيرة فأنت على بد أن أنت تكون صادق مع نفسك لما تعترف بغلطك وتخلي المكابرة على جنب كده وتبتعد عن المكابرة وتفهم الكرامة بمفهوم صح أن أنت تبقى كريم بالأخلاق كريم بالصدق كريم بكل المعاني الراقية وتلاقي نفسك بعيد كل البعد عن الصراع وكل حاجة بتقلبك من الصراع تبتعد عنها وتعتبر ده جزء من الكرام فما تعتبرش أن الاعتذار بيهدر كرامتك لكن تعتبر أن الاعتذار بيردلك كرامتك لما تتمادى في الخطأ فيبقى الاعتراف بالخطأ بيكبر الإنسان مش بيصغره لأنه بيكبره وفعين شريك حياته ليه؟ لأنه ساعتها بيحس أنه عايش مع حد ينفع أنه يكون في أمان ولأنه إنسان منصف لكن لما أنا أكابر إيه اللي هيحصل؟ خلاص؟ حضرت النبي يا سادة حضرت النبي لما اختلف مع السيدة عائشة ارتضى بالتحكيم ونزيك السيدة عائشة إيه اللي حصل بعد كده؟ لما ارتضى بالتحكيم فإيه اللي حصل؟ فلما سيدنا أوبكر حب يعاقب السيدة عائشة على ما رأاه أنه ليس من الحسن للأدب لأنه التعامل ما حدثت النبي لما قلت له تكلم أنت ولا تقول إلا صدقا فقال لها يا عدوة نفسك من يصدق إذا لم يصدق رسول الله؟ فعملت ايه؟ اختبأت خلف الرسول الله